خلينا نقول أخبارنا في البداية نروح لكرة اليد حدقكم عارفين أن منتخب كرة اليد موجودة الآن في أسبانيا بيلعب بطولة ودية أو خلاصها مبارح كان بيلعب مع بطولة ودية كان فيها كرواتيا وكان فيها أسبانيا رباع النادي الأهلي الميشاركوا مع المنتخب محمد عصام الطير وإبراهيم المصر وإحمد عدل ومحصر رمضان الأرباع الحقيقة أدوا أداء كويس جدا وكانوا ليهم دور في فوز مصر على كرواتيا بنتيجة 31-28 وأيضا الخسارة من الأسبانيا مبارح بفرق هدف واحد بفكركم أسبانيا هي تالت العالم وبطل أوروبا فنطلع معنا نتيجة جون واحد على ملعبها لأ دي نتيجة كبيرة ودي صور من معسكر أسبانيا اللي اللعبين علي زين لعبنا والطيار وغير وغيره نتمنى لهم كل التوفيق وفكركم منتخبنا هيطلع على فرنسا ويدخل معسكر وينلعب مطش مع منتخب فرنسا يوم 5 يوليو القادم ونكمل معسكر حد يوم 8 وبعد كده نطلع على ألمانيا عشان نلعب مطشين هناك مع ألمانيا والبرازيل وبعد كده نلجع على القاهرة عشان نسافر إن شاء الله اليابان في البعثة الرسمية اللي راح الأولوبيات توكيو كل التوفيق لمنتخب مصر بفكركم مصر وقعت في مجموعة التال التانية الدنمارك السويد البرتغال البحرين اليابان مجموعة جمدة جدا كل التوفيق لمنتخب أليان